اهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم سحاتنا حياتنا زي ما توا دايما متعودين برنامج سحاتنا حياتنا بالناقش كل ما هو يدور في حياتنا اليومية واللي بيؤثر بشكل كبير جدا على سحاتنا في حالة النهاردة هنتكلم عن الحاسسية هنتكلم عن الممارسات الخاطئة اللي بتستخدم في الحياة اليومية واللي بتؤدي الى الحاسسية تفاصيل اكتر عن عرفها في حلقتنا معنا ومعكم في الاستوديو دكتور محمد الكلاني استشارة طب الاطفال وحديث الولادة اهلا بيك وكل سنواتك طيب واطفالنا بخير وبصحة وسلام دكتور في البداية كنا عايزين نتكلم عن حاسسية الصدر لان احنا بنشوفها منتشرة جدا خصوصا عند الاطفال عايزين نتكلم عن اسبار حاسسية الصدر وايه هي العادات اليومية اللي ممكن بتحصل تؤدي الى الاصابة عند الاطفال بحاسسية الصدر تمام كلام جميل جدا طبعا حاسية الاحساء عموما يعني بيبقى فيها حاسية الصدر في الاوينة الاخيرة الحياة في سن الاخيرة بدأ ان نلاحظ ان المعدل بتاعها زاد جدا وانتشر جدا بين اطفالنا بيفروحها التلاتة سواء حاسسية الجلد او حاسية الاغشية المخاطية او حاسية الصدر الاغشية المخاطية بتشمل الانف والعين وحاسية الجلد بتسمى الكل لاجزاء الجسم وحاسية الصدر بتسمى للشعاب الهوائية والرأتين والكلام الحقيقة طبعا فيها جزء وراسي لو ليلة فيها الاب او الام او الجدود عندهم حاساسية فطبعا بتنتقل لبعض الملهاش مود معين في الوراثة لكن بتساعد جدا ان نقول ان الطفل ده برون او عنده قابليه اكتر انه يدوفيلب او يتطور معه اللي يحصل له حاساسية الجزء التاني بيسموه انفيرومنتا اللي انت هاداك عايز تتكلم فيه والبرنامج بيهتم بيه الانفيرومنتا اللي هو الحوامل البيئية الحوامل البيئية بقى تشمل كل حاجة من اكل وشرب وعادات صحية وتلوس وووو الاخره فادا اللي هنركز عليه النهاردة في الحكاية ان ازاي الطفل اللي ما كانش عنده حاسية او عنده قابلية نقدر نحميه ان الحاسية ما تظهرش عنده واللي ما عندوش خالص تبدأ تظهر عنده بسبب العادات والممارسات الخطيئة بالنسبة للاطفال. طيب بالنسبة نتكلم برا عن حاجة 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 حاجة. هنبدأ من الاول خالص. من الاول خالص اللي هو الطفل اللي ما بتولد وبيرضع. تمام. يمكن قولنا في حلقة سابقا للرضاعة الطبيعية لمدة ست شهور. دخول المواد الغذائية قبل ست شهور بالنسبة للطفل بتؤدي الى حساسية. ليه? لان جهاز المناعة بيبقاش مؤهل ومجهز ان هو يستقبل المواد غير لبن الام. او اللبن الصناع لو اضطرنا اليه. تبقى لحضرتك. تمام. فدخول المواد بدري بتحفز خلايا المناعة اللي في الجسم انها تتفاعل معها بشكل غير طبيعي. وتظهر في صورة حساسية. سواء حساسية على الجلد. علامات بتاعتها كلها. او حساسية اللقشية المخاطية. وكلام ده. او حساسية الصدر. فدي اول حاجة. الحاجة التانية كبر الطفل بعد شوية. نخدش بقى العوامل البيئية بقى. الحاجات بقى زي التلوس البيئي اللي عايشين فيه بالكمية رهيبة وكمية فصيعة. عوادم السيارات والدخان والاب المدخن والام المدخنة والبخور والحاجات دي. كل المستنشقات ديا بتؤثر على الشعب الهوائية والاغشية المخاطية. ده كلام مهم جدا. اا الاتربة لما تيجي الايام بتاعت التراب وما ناهيك بقى عن التراب اللي موجود في الجوب. ده برضو من الحاجات اللي بتأثر جدا جدا. طيب بتؤدي الاتربة الى حسية مسلا في الانف وال? في الانف وفي العين وفي الصدر كمان. لانها بتخش بتخلي جهاز المناعة يتفاعل معها بطريقة غير شرعية. الحاجات برضو بعض المأكلات. بعض المأكلات. ويمكن نتكلمنا في حلقة سابقة عن الشوكولاتة والكاكاوت تحديدا. موز المنجا. الحاجات دي في بعض الاطفال اللي عندهم تاريخ عائلي. انهم عندهم حساسية. او كان عندهم انفانتال اجزيمة او حساسية او اجزيمة بتاعت الولادة. ممكن يتطور عنده الموضوع ان لو كان بعض الاكلات ديا. وتأدي الى كحة وتأدي الى حساسية. المواد الحافظة كلها اللي في تكلمنا برضو عناه في حلقة التغذية عليها. كل المواد الحافظة اللي موجودة في السوق. كلها حاجات بتخش الجسم برضو مواد غير طبيعية. الجسم ما ما يعرفهاش. فاجهاز المناعة بيتحفز ليها خاصة. ممكن تعد مرة. ولكن مرة في مرة في مرة اللي جهاز المناعة ما بيتحملهاش. ويبدأ يتفاعل معها بطريقة قوية جدا. بحيس ان تظهر الاعراض بقى سواء بقى رشحة او عطسة او قحة او حكا في الجلد. مم. بالاعراض المختلفة للحساسية. الامهات ممكن تروح تلجع تجيب مسلا عندها حساسية في العين لانهم احمرة فيها مشاكل. بتجيب اطرة. اي اطرة مسلا عشان اللي احمرة العين. هل ده بيؤثر على على صحة العين? طيب لا ده كلم خاطئ انت بتشتغل فاعز حتة في جسم الانسان. يعني ما ينفعش اللي اخبطة في العين بالذات. تمام. يعني فيها اساسية عين. يبقى لازم طبيب رمض مختص. هو اللي نلجأ له مع طبيب الاطفال يحدده ايه العلاق. يعني دايما النظافة الشخصية والغسيل للعين بصفة ممتظمة وصفة مستمرة. البعد عن المؤسرات والبليوشن والتلوث اللي موجود في الجو. سواء دخان او طراب او ما شابه الى ذلك. الحاجات اللي موجودة برضو في سرر الطفل في فرشيته. الحاجات ما تكونش طالعة من اللي حاجات كنا نخزنينها في الشيطة وانطلعها. وعلىها العتة والكلام ده لازم الحاجات دي تروح تغسل الاول وتنكيه وتتنظف. بحيس ان الطفل لما يبقى نايم عليها. الحاجات برضو ايدي الطفل لما يجي يدعك في في ممكن تكون عليها مادة مهيجة للعين. زي حاجات السبايسة زي الشطة زي الفيل في الاسود. ممكن لما يجي يدعك عينه او بتاع هاتف. في هنا اللجوء وعدم الاستخدام بالخبرة كده وبالشطارة. وغرب للصيدالي والكلام ده والنجارتي والزميلتي منفعش. في حالة حاسية العين لازم نتوجه للطبيب العيون المختص. طيب دكتور بنشوف برضو اوقات اه في مشاكل مسلا طفح في في الجلد اه او اه وكتبه حمرة عند الاطفال. اه مسلا في سنة سنتين تلاتة. ده يكون ممكن يكون الاكل اللي يعمل كبير برضو اه الاكل اللي غلط ولا لا? الاكل طبعا ايه بالنسبة للجلد. حاجات ملموسات ومأكلات. الملموسات بقى في بعض الناس بتحملش مسلا جلدها حساس مبتحملش الصوف مبتحملش الفر ومبتحملش الحاجات ديان. فممكن الحاجات اللي ملموسة ديان او الحاجات الكيمويات مسلا. الحاجات اللي موجودة في الحاجات الكريمات معينة او كيمويات معينة في صابون في شامبوهات الكلام ده كله دي من الحاجات الملموسات والمأكلات زي ما احنا قولنا من شوية ان بعض مأكلات في كل الاطفال اللي عندهم قابلية الحساسية بتعمل لهم مشاكل وخاصة الحاجة اللي فيها الكاكاو والفراولة والموز والمانجا بعد كده في بعض الاطفال السمك البيض حاجات تانية بس دي كل طفل بتحددها بقى الام بتقول لك لما يأكل كذا يحصل له كذا في حاجات برضو الحاجات الاسبايسي والكلام ده والحاجات دي ممكن تهيك برضو الجلد طيب دكتور هنتكلم برضو في حاجة برضو الاتخنة المصانع فيه ناس بتوبسكنها جنبها اتخنة مصانع ورش الكلام ده هل الحاجات دي بتؤثر برضو مثلا اتخنة مصانع مثل زي مصانع الاسمند ولا احنا عارفين هي التلوث عالي الحاجات دي بتؤثر بتعمل حاساسيات للصدر سواء عند الاطفال او الكبار ولا بلا ده مشكلة كبيرة جدا نريد حاجة بترسع الحساسية بس تحاسية وتتعالج ده مشكلة سهلة لكن الاتريبة والحاجات العالقة الخارجة من مصانع الاسمند وخلافه دي بتؤدي بالاستمرار وبالمدة الطويلة حاجة اسمها نيومو كونيوزيس ده بتعمل حساسية وبتعمل تلايف في الشعب الهوائية وتلايف في الرئة وقد تؤدي الى فشل رئوي او فشل تنفسي في الاخر على المدى الطويل ده من الحاجات الخطيرة جدا 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 ولزلك مصانع الاسمند لازم تبقى فالد بحاجات معينة في لاتر معينة ارتفاع معين لحاجات البليوشن اللي بيطلع منها او التلوث اللي بيطلع منها لها دي خطيرة جدا غير انها تؤدي الى العسية تبقى تؤدي الى فشل تنفسي فيما بعد لقدر الله طيب الناس طيب اللي عايشة في اماكن زي دي هبنيتكلم دول حياتهم كلها عاديين طب يقدروا يعملوا اي خطوات ولا لازم يعزلوا ما خلينا بره لو في امكان يعزل طبعا الاولى انو يعزل لكن البيئة بقى ده دور الدولة بقى دور وزارة البيئة وزارة الصناعة يعني يحط مسلا اي حاجة على الشبابيك معينة او الكلام ده بالتأكيد اللي هو يقدر يعملوا يعملوا اه يعطوا بقى يعني الشبابيك يقفلها ما فيش حاجة اسمها شيش بقى والكلام ده لازم يقفل تماما يعمل الحساب وبقى في الخروج والدخول الدور اللي على الدولة برضو تعملوا المصانع والكلام ده يلبسوا كيميمات برضو ياريت والله طبعا كل مدى وكل ده افضل برضو لما ان شاء الله انا في نهاية الحلقة دكتور بشكرك على معلماتك القيمة دي ونتمنى ان شاء الله ان نتكلم في حلقة تانية دي اه عن الموضوع ده لان موضوع مهم جدا وبيهيم الناس كتير جدا بس اللي اسف فقط حلقتنا اه انتهى ان شاء الله اهلا بيك وبنتمنى الصحة والعافية لكل اطفالنا وكل القصار ما ان شاء الله ومصر بخير ومن احسن لاحسن ان شاء الله بكل سنة وطيبية في نهاية الحلقة مشهور دكتور محمد الكيلاني استشاري تب الاطفال وحديث الولادة كنتبنى لنا دكتور ربنا اخريك افاني شكرا مشاهدينا وبكذا تكون انتهت حلقتنا من ببرنامجكم ساحاتنا حياتنا الى ان التكي بكم في الاسبوع القادم شكرا